أصب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بفيروس كورونا وسيعود إلى الحجر مرة أخرى بعد أن أعلن تعافيه من الإصابة السابقة بالفيروس رغم أنه لا يزال يشعر بأنه بخير هذا حسب ما أعلن عليه أو أعلن عنه طبيب البيت الأبيض أمس السبت وكتب هذا طبيب طبيب الرئيس كيفن أوكونر في مذكرة أن فحص المستضدات الذي أجره لبيدن صباح السبت جاء إيجابيا وأن الرئيس سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة وأوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد ويتخلصون طبعا من هذا الفيروس لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج وقال البيت الأبيض أن بايدن رغم إصابته مجددا بالفيروس لا يعاني من ظهور أي أعراض عليه ويشعر بأنه أعلى ما يرام هكذا قال بايدن الذي جاء كلامه على التويتر بعد أن جاءت الناتجة إيجابية وقال إن ذلك يمكن أن يحدث لعدد قليل من الناس وأضف ليست لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبا وقال أوكونر طبيب البيت الأبيض إن اختبار بايدن البالغ من العمر 79 عاما كان سلبيا في الأيام الأربعة الماضية ولا توجد خطة لاستئناف العلاج لافتقاره إلى هذه الأعراض وسبق أن وصف بايدن إصابته بكوفيد 19 بأنها خفيفة وقال إن بإمكانهم وصلتوا العمل أثناء العزل وعز الأعراض الخفيفة للمرض إلى تأثير اللقاحات والعلاجات الأخرى